موسيقى خلصت الحدوتة وخلصت القصة وخسر بارشلونة بهدفين مقابل لاشيء قدام بايرن ميونيخ في مباراة المجموعات في اليانز أرينا عارف ان بعض الناس هتهزر وتعمل وانت كده كده طلع كسبان ما في ريتك التانية كسبت وماشي تمام متفاهم الكلام ده ولكن انا قلتها انا عايز بارشلونة اكسب انا مع بارشلونة انا بشجع بارشلونة لما ابتديت اشوف تشكيلة المطش قبل المطش مايتلاعب وبصيت على التشكيلة اللي نازل بيها تشافي وهنا انا كنت في الحلقة اللي نزلت وارجع لها حتى في اخيرها مش لازم ترجع لها كاملة شرحت لك فيها نقاط القوة والنقاط الضعف وايه اللي ممكن يحصل ولو كسبنا هيبقى عن طريق مين ولو عملنا ايه هيبقى نفس الكلام ده كله وارجع لاخر جزئية بالتحديد لما اتكلمت على التشكيل المتوقع وكلمت على توقعي وقلت لك فيه التشكيل المتوقع انه بارشلونة محتاج علشان تكسب المباراة دي التشكيل في نص الملعب يكون بوسكتس سوري ديونج وكيسيه وبيدري ولكن انا متوقع ان اتشافي هيلعب ببوسكتس وتوقعت كيسيه بجنب بيدري بس ما توقعتش انه جافي يلعب ولكن انه بشوف التشكيلة قبل المتش وهي هي السلسية وكنت متوقع انه في المتش انه لا احنا ممكن نكسب او ممكن نتعادل ولكن لما تشوف التشكيلة قبل المباراة وتلاقي السلسية المعهودة بوسكتس جافي بيدري فلازم تبقى عارف كويس جدا ان انت مش تكسب ده من قبل المباراة عارف ان في بعض الناس هتختلف وبعض الناس ممكن من جماهير بارشلونة ما عجبهاش كلامي وتبقى شايفة لا اص انت بتبني مشروع وانت في بداية مشروع لا وانت لعبت حلو وانت عملت اللي عليك ومش عارف ايه كل ده انا متفهمه وشكل الفريق احسن وشكل الفريق مختلف عن السنين اللي فاتت وشكل الفريق مختلف عن اللي حصل في مباراة التمانية اتنين وشكل الفريق مختلف عن الموسم اللي فات ده انا حفظه وفهمه بس لما يوصل الفريق انه مضيع 15 فرصة ودي احصائية لو مش مصدقني ارجع لها وحتلاقيها على كل السوشيال ميديا حزبة 15 فرصة بارشلونة مضيعينهم منهم 5 او 6 مؤكدين مؤكدين يبقى طبيعية بقى زعلان طبيعية بقى متضايق طبيعية هطلع اتخانق مع تشافي طبيعية هطلع انكش في اللعيبة وطبيعية هبقى مش مبسوط طبيعية مش هبقى مبسوط انا مش من انصار انه اصلا او احنا شكلنا كان حلو فالطبيعي نخرج مش عارف ايه لا انا دك مش هيكل ما يعيش انا اللي اعرفه ان انا كنت كويس في الشوت الاولاني استحق ان انا اجيب بدل الجونة اربعة ضيعت استحمل مش معناها ان انا اقول اصلا انا ضيعت فطبيعي لا بس الفرقة شكلها حلو في الاخر المحصلة النهائية انا خسرت انا فقط تلت نقاط اصبح البيرن هو متصدر المجموعة ما هي الفلسفة في ايه يا جماعة عشان بس الامور تبقى واضحة ان انت اي فريق خلي بالك انت كنت اخطر من البيرن طول الشوت الاولاني بيرن مراحش عليه غير بكورة واحدة او كورتين خلاص ولكن انت عايز ترجع بقى تنافس وتبقى موجودة على الساحة وعمل فرقة وعمل تشكيلة وعمل 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 لازم تتعاود تكسب لازم ازاي تعرف تكسب لازم انصاف الفرص تتسجل لو تفتكر الحلقة اللي نزلت على اللي هو يوم الامتحان بتاع برشلونة والبيرن قلت لك انه برشلونة لو كسبت هذه المباراة هتبقى من خلال روبرت ليفندوفسكي هو هيبقى الاساس هو هيبقى مصدر القوة هو هيبقى مصدر الخطورة هو اللي هيهدفلك هو اللي حافظ اللي يبقى هو وهو ليفا مضيع ثلاثة او اربعة اجوان مؤكدين مؤكدين وحينزل لايف رأكشن وحتشوف انا قلتلك اللي بيضيع بيستقبل اللي بيسجلش حيتعاقب وهو ده اللي بيحصل طبيعي لما تضيع فرصة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة طبيعي انك مش هتكسب طبيعي انك هيخش فيك اجوان طبيعي انك مش هتبقى على قدر المسئولية هي دي المشكلة هي دي المشكلة الفريق فيه تحسن اه فيه تحسن على مستوى الاداء لا اقدر امكيره الفريق بيروح على المرمة اه بيروح على المرمة انت لك انت تخيل انت السنة اللي فاته قدام البارد ما كنتش بيتشوت اصلا عجون فيه ماتش انت ما شوتش فيها كرة عجون ولكن الفريق اه بيتغير اه بيتحسن فيه بوادر امل بس بوادر الامل دي بيدمرها وانا مسئول عن كلامي اللي بقوله عند تشافي بيدمرها عند تشافي وما تجيش تقول لي لا اص انت انت بتهاجم تشافي ليه عشان انا ما كتبت كده على تويتر وقلت اتمنى ان تشافي واللعيبة يكونوا مبسوطين بالفرص اللي بتضيع فكانت الناس دخلت ترد عليها وهو تشافي ماله هو يعني هو ينزل يحط الكرة في الملعب يعني اكيد انا فاهم ان تشافي مش ينزل يحط الكرة برجله في الملعب بس انا انا ما بتكلم على تشافي بالعقل كده وبالمنطق انا بتكلم على تشافي اللي مختار التشكيلة بوسكتس اللي مختار ماركوس الونسو على حساب بلدي متفاهم علشان العرضيات والحيكي والميكي والكلام ده كله لكن ثلاثية بوسكتس جافي بيدري ما نكحيتش ما نكحيتش ومش هتنجح بيدري كويس جافي تمام بوسكتس سيئ ما حينش يقول لسه هو ايه انت معندكش بداية لي وهو ده اللي المفروض يطلع بالكرة وهو ده السحر والتت الشريط وتت التربوهي لا ما فيش الكلام ده بوسكتس كفاية عليه بوسكتس عنده يعوضه لو اديته الثقة والعيبت عليه انت كنت جايب ديونج عشان كده ما هو ده اللي احنا بنطلع بنهري فيه كل مرة وده اللي احنا بنطلع نقوله كل مرة وده اللي بنوضحه كل مرة لحد ما الواحد صوته تنبح بس للطبيعي انه ما طبيعي هخسر طبيعي هخسر انا لما كمية الفرص دي دي وايه عمل لي ايه عمل ليفاندوفيسكي ايه تحس ان قدام نوير فيه تهنيج فيه ايرور بيحصل انه انا مش متفاهم ايه اللي بي مش ده يعني انصاف الفرص دي بتيجي ولكن يحسب لدفاع البايرن بعض اللعيبة ان هي لا هيعارفين ان احنا كل لعبنا هيبع على ليفاندوفيسكي متفاهمين ان كل اللعب على الرجل ده فهو قفلها لك ضبه ومفتاح خلاص لغهولك ضبه ومفتاح هو مش موجود فانت لما فرص بتيجي ليفا وميعملش بيها حاجة ديمبلي على عيني وعلى راسي شغل الصحراء اللي بيعمله نزحف واحد على الارض ونبصل للتاني ونفتح مساحة بس فين الخطور انا النهاردة ديمبلي مش خطير رافينيا مش خطير اللي كانوا خطرين هو ليفاندوفيسكي وبدري بس انا مش قادر برضو اتفهم انت عديت الشوت الاولان وخرجت يا سيدي حتى انا قلت في اللايف راكشن قلت يعني انه يا ربي يخلص صفر صفر وكده مرضية ومقضية وحلو الشوت التاني بقى الوضع مختلف ليه في الشوت التاني لما نزلت اتغربلت في خمس دقائي ليه دفاعك فتح في خمس دقائي ليه الدنيا تلمت كده بسرعة قوي علامة استفهام الدفاع سرح بقى الدنيا شتت حصلت في الامور امور انا مش عارف الدنيا فتحت فجأة دخلت فيك جنين خلص الماتش خلاص انسى بقى انك ترجع كان ممكن ترجع في النتيجة سواء تخلص اتنين واحد او تتعادل اتنين اتنين امتى لو كانت كرة بدري جت لو كانت الكرة اللي لعبها وانتو مع ليفندوفسكي وحطاها جت في العرضة لو كانت جت بس استمرار لمسلسل اهضار الفرص هنا اقول لك اوكي فيه سوق توفيق برضو في الفرص دي عشان يبقى منطقيين بس انت الكرة الاولانية مثلا بتاع ليدري اللي في الشوت الاولاني انت شعجت راجل في نص الجون ليفندوفسكي طالع بالكرة اللي بالهد شايتها في المكان اللي وقف فيه منويل نوير ما طبيعا يا جماعة الكرة دي ما يعني هو مش حيطها مثلا في زاوية فترام عليها منويل نوير فقول لك اه لأ بص اصي مش عارف لأ محطوطة في نص الجون كور كلها متشاطة في الزاوية اللي وقف فيها منويل نوير عشان كده احنا عندنا مشكلة في الانهاء ما هو أنا بالمنظر ده هيبقى أخري الدوري أخري هكسب قادش وهكسب بلد الوليد وهكسب غرنطة وهكسب سيل تفيجو والكلام ده كله لكن انت عايز منظرك يبقى حلو في دور الأبطال انت لازم تظهر كويس قدام الكبار لازم تبتدي تكسب عارف الكلام اللي حيتقال ده باير ده ما بيكسبش من 2017 في دور المجموعات ما بيخسرش في دور المجموعات وبيكسب على طول يا جماعة متفهم ده وعارف كل السيناريوهات وكل التبريرات وكل الكلام اللي حيتقال وقسم مستوى برشولها متحسن حافظ الكلام ده كله ومتفهمه كله بس وماذا بعد امتى هتكسب لو ما كنتش كسبت النهارده وقتلت المطش من الشرط الأولاني هتكسب امتى وعندك كلاسكو في شهر عشر هتكسب امتى فأنا بشوف اللي يتحمل نتيجة اللي حصل النهارده طبعا اللعيبة طبعا اللعيبة في المقام الأول بكمية الفرص اللي ضاعت وبكمية الفرص اللي جات لم تستغل ولم تستصمر ولكن يتحمل برضو جزء منه تشكيلة تشافي انه حبيبي انت لازم تتفهم وفي الأول في الأخر انا واحد بتفرج على كورة وبتابع وبطلع بقول كلمتين لانا محلل استراتيجي ولا انا رجل معايا رخص تدريب انا واحد بتفرج على كورة بقول اللي انا فهمه وبقول اللي انا شايفه وبطلع اقول كلمتين لكن هنفضل مستمرين على بوسكتس وهنفضل مستمرين على السويتشات اللي احنا بنوعد نعملها ان ديمبلي ورافينيا كل شوية ده على اليمين لا ده نجيبه على الشمال ده لا نعكسه كده دي مش تاكل عيش السويتش اللي بنعمله كل شوية ما بين كوندي وقراخه ده مش هيكل عيش لازم تفضل ثابت على تشكيلة ثابتة لازم تجي التشكيلة ثابتة لازم يبقى انا عارف ان انا خلاص انا دي تشكلت البعب و بتاعي نفسي افهم نفسي اتفهم ليه فاتي ما بيلعبش ليه فاتي ما بيلعبش اساسي فران توريس ايه اللي انت بنزله فعلا انا مش اعرف افهم انه ان كان فكرك ايه تشافي وحنا خسرانين اتنين صفر وعايز تعدل هتنزل تعدل بفران توريس رافينيا سيئ النهاردة في الماتش ديمبلي مش حلو ليفاندوفيسكي معندوش توفيق بدري معندوش توفيق جافي كويس جدا كان كويس جدا في بعض الاوقات بوسكتس سيئ ماركوس الونسو على قده يعني كريستنسن ها كوندي اوكي اراخو تمام لكن وبعدين وبعدين صفحة وخلصت صفحة وانطوت صفحة وتقفلت بس لازم تبقى عارف كويس جدا انه انت اذا كنت عايز ترجع على الساحة الدولية الاوروبية تنافس وتكسب دي الفرص اللي بترجع تقول انا قوي دي الفرص اللي بترجع تقول لا ده انا موجود دي الفرص اللي بترجع تقول انا تمام انا كده بعد ما اشوف الماتش ده طبيعي هترجع تقول لي طب لا احنا هنكسب في الكم بنو طب ايقول لك لا اكسب ليه في الكم بنو اكسب ليه في الكم بنوعش الجماهير يعني والضغط الجماهيري ومش عارف ايه تفرقش ما بقيتش تفرق دلوقتي كده ما بقيتش بتفرق خالص دلوقتي لكن بالمنظر اللي انا شايفه لو استمرت موجود عليه وانت ما بتتحسنش في انهاء هجماتك بيش تقول لي قص الدوري مش مقياس قدش مش مقياس بلد الوليد مش مقياس إشبيليا مش مقياس سيلتافيجو مش مقياس المقياس المنافسات دي لما هتوقع تاني المجموعة ممكن تلبس في فاريس سان جيرمان تلبس في منشستر سيتي هتعمل ايه قدامهم فكر فكر شغل عقلك شغل دماغك شغل عقلك فكر وشوف مش اسطحنا يلا الفريق شكله حلو النهار اه الفريق شكله حلو كسبت ولا خسرت راح تلت نقاط مهمة وكانت سهلة مش تلت نقاط صعبة كمان سهلة عندك ماتش الانتر في دور الابطال لا بديل في عن الفوز ولازم ترجع تاني لنغمة الانتصارات في الدول لان ريال مدريد ما بيرحمش الله هو اكبر قطر ماشي ما بيقفش فلازم تكسب 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 وهو هيكسب يكسب يكسب لانه ما بيعطلش فتيجي في مواجهة الكلاسيكو ما بين الاتنين هي دي اللي هتحدد ازا كنت فعلا هتعمل حاجة المسم ده ولا لأ هي دي الماتشاط اللي بتبين ماتشاط الكبيرة اللي بتبين ماتشاط بايرن ماتشاط انتر ماتشاط اتليتكو ماتشاط ريال مدريد هي دي الماتشاط اللي بتبين هي دي الماتشاط اللي بتقول انت حلو وجاي ولا الدورك جاي فهارد لك لكل جماهير برشلونة الف مبروك لكل جماهير وعشاق البيارد كنت اتمنى ان احنا نكسب ونحق فعلا انتصار غالي ومهم وكان انتصار حفرق معنا جدا كنت متخيل ان ليفندوفسكي هو اللي هيبقى يعني البومبير ولكن اتقفل عليه بشكل قوي جدا الحلول كانت موجودة ولكن كانت فيها رعونة وما كانش فيها شكل حل ولكن في الاول في الاخر خلصت الجولة الاولى من مواجهتنا قدام البيرون لسه فيه لقاء عودة ولسه فيه امل انا بقولك لو كسبت انتر انت هتطلع تاني مجموعة عادي مفيش اي ادنى مشكلة بس انا عايز اطلع اول عايز اوصل لمرحلة ان اطلع اول المجموعة عشان ابعد عن المنكش والنوة عشان اللي هيحصل ولكن الخير دائما فيما اختاره الله بس يا جماعة طالما وصلت الجزئة دي ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتدوس على جرس التنبيهات وتابعني في كل جديد اللي بينزل اول بول على طول اذا هي تحياتي عمر خالد دمتم في رعاية الله وامنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته